السلام عليكم يلا نحضر مشروبات سايد أطفالنا في الجو الحردة المشروبات ديات من أعظم وألز وأفيض المشروبات اللي بحب أقدمها أو البنتي فويدها أعظيمة جدا هتكون مناسبة لأطفالنا للي قبل عمر السنة واللي بعد عمر السنة المشروبات هتكون من الأرى العسلي اليقطين عايز أفكركم إن الفيديو اللي فات عملنا مربط الأرى العسلي وكمان عملنا فيديوهات قبل كده وجايبات متنوعة من الأرى العسلي ولو محتاجين مشروبات أكتر حدامنا مشروبات كتير جدا على القناة متنوعة هسيب لك روابط الفيديوهات ديات بأول تعليق مسبت ويلا بينا نبدأ مشروبات النهاردة بسم الله أول حاجة معنا هنجيب الأرى العسلي الكمية اللي انتم محتاجينها أنا بالنسبالي عملت طبق كده صغير يعني قشرت الأرى العسلي وقطعته زودت عليه كباية أو نص كباية من المياه على حسب الكمية وحطته على النار لحد ما استوى تماما زي ما انتم شايفينه يعني لا يوجد أسهل من كده هنجيب بقى الحليب الحليب اللي هيكون مناسب لقبل عمر السنة هنستخدم حليب جوز الهند بيكون في المشروب ده رائع جدا لبعد عمر السنة هنستخدم هنا الحليب كامل الدسم وعليهم نص صمرة من الموز وعليهم معلقة من العسل النحل طبعا أطفالنا لقبل عمر السنة مش هنستخدم عسل النحل دي خالص الأرى العسلي والموز هيكون كافي انه يحل المشروب معنا بعد كده ضربت المشروب بالهند بلندر ممكن في الخلاط يعني الأداء المناسبة عندي وهنفرغه بقى في كوب الطفل من المشروب اللي احنا عملنا ده نقدر نعمل منه نكاهات كتير يعني ممكن نضيف رشة كده من القرفة القرفة فويدة حلوة قوي ممكن نضيف بدل القرفة نضيف نقطة كده من الفانيليا بتدي طعم حلو بتغير طعم المشروب ممكن نضيف الككاو الخام الككاو الخام مناسب لأطفالنا من بعد اتمام التمن شهور بس كمية تكون بسيطة بيدي طعم حلو وبرضو بيغير معنا المشروب شفتوا من صمة القراء العسلي نقدر نعمل مشروبات تكون متنوعة بنكاهات مختلفة يعني كل مرة بنحط نكاهة مختلفة أو فاكهة مختلفة معاها بتدي طعم حلو يعني نقدر نعمل القراء العسلي فقط مع الحليب المناسب لعمر طفلك والتحليب المناسبة لعمر طفلك نقدر نضيف عليه كمان من القراء العسلي مع الحليب اي نوع صمرة فاكهة تكون عندك الموز التفاح هتدي طعم مختلف تماما نقدر نضيف كمان عليه القرفة الككاو الفانيلي انا عارفة يا مامي ان انت مبدع وتعملي افكار ممكن تكون افضل كمان من الطرق اللي احنا عملناها بالفيديو بس يا ريت لو عملت افكار جديدة او طريقة جديدة للمشروب ده تكتب لنا في التعليقات يعني ما تبخالش علينا وكلنا في الاخر بنساعد بعض ودمتم بألف خير واشوفك على خير